اشتركوا في القناة اطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقيين حملة واسعة ضد اغاني الفنان المغربي سعد المجرد بالعراق علما انه كان تم تأجيل حفل خاص بالفنان لاسباب دينية واعتبر الامتبعين انه اقامة حفل لسعد المجرد بالعراق هو تلمي على صورته نظرا لاتهامه بقضايا تحرش واغتصاب كثيرة وما صدر فيها اي حكم حتى اليوم احية الفنان السوري اصالة حفل استثناء ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية وتضمن الحفل وجود عدد كبير من محبي اصالة يلي رحبوا بوجودها بحماس ومثل عادتها حرصت اصالة على التواجد مع زوجة الشاعر العراقي فائق حسن يلي بيساندها بكافة اوقاتها دون تردد دعمت الفنان المصرية شاريهان زميلة بالوسط الفني لبمثل المصري هشام سليم يلي اعلن مؤخرا اصابته بمرض السرطان واكد ان حالته الصحية من صعبة ونشرت شاريهان عبر حسابه الخاص رسالة لهشام سليم وقالت سلامتك حبيبي سلامتك يا اصدق الناس والبشر يا صديق ايام الطيبة الجميلة احتفلت الفنان اللبنانية نجوة كرم بتحقيق رقم اياس جديد لفيديو كليب اغنيتا ملعون ابو العشق ويلي بلغ ميتان مليون مشاهدة وتوجهت نجوة بالشكر لجمهورة وامتابعين على هيدة المحبة يلي غمروها فيها واكدت انه هنه سبب تحقيقها هيدا النجاح وكتبت نجوة على صفحة رسمية بموقع التواصل الاجتماعي وقالت شو هل انتو يلي بموت فيكن ميتان مليون ملعون ابو العشق بعد فترة من الغياب بسبب ظرف صحي وتعرضه لعملية جراحية ظهر الشاف التركي بوراك بالعاصمة القطرية الدوحة عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر بوراك وكأنه خسر كتير من وزنه بس طمأن المحبين والجمهور واكد انه رح يفتتح فرع جديد لمطعمه بالدوحة كان معكم بموجز الفن احسان صبرة لما عرفت كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن دوت كوم وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكم كل جديد